تصعد التوتر بين كوريا الجنوبية وإيران مع احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط في الخليج العربي بأفراد طاقمها العشرين كانت في طريقها من السعودية إلى الإمارات بحجة مخالفتها القوانين البيئية البحرية وفق ما زعمت إيران التي تقدم على هذه الخطوة قبل أيام من مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض وفي تطورات جديدة فقد اتهمت إيران كوريا الجنوبية باحتجاز سبعة مليارات دولار من ودائعها رهينة مشددة على أن توقيف الناقلة النفطية في الخليج لم يكن بدافع التعامل بالمثل نحن لسنا خاطفي رهائن لقد اعتدنا على مزاعم كهذه لكن الحكومة الكورية هي التي أخذت أكثر من سبعة مليارات دولار تعود لنا رهينة إن توقيف الناقلة أتى بأمر قضائي بعدما تسببت بتلوث نفطي في الخليج العربي تم تحذيرها بشكل مسبق وطلب التوقيف كان فنيا فقط وفي المقابل طالبت سيئول بإطلاق الناقلة والإفراج عن أفراد الطاقم معلنة أنها أرسلت وحدة لمكافحة القرصنة إلى مقربة من مضيق هرمز كما أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إلى أنها بصدد إرسال وفد إلى إيران في أقرب وقت للتفاوض بشأن الإفراج عن الناقلة وطاقمها فيما قالت طهران إنها تأمل من الزيارة حل مشكلة الأصول المالية العائدة لها تجدر الإشارة إلى أن احتجاز الناقلة أبرز عمل تقدم عليه إيران في هذه الفترة فيما كانت في أوقات سابقة ترتكب خروقات أمنية واعتداءات بحق سفن عديدة في مياه الخليج ترجمة نانسي قنقر